بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو المهم مهم بما فيه من مراجعات لدروس النحو إذن اليوم مثلما قلت هذا الفيديو تكمن أهميته في أنه كل ما سنتطرق له مهم السنة خامسة وتنبني عليه الكثير من الدروس وأي تلميذ يكون فاهم ومستوعب تماما لما سنتطرق له في هذا الفيديو بحول الله راح يكون عنده أساس سليم في دروس النحو إذن تبعوني مثال مثال كلمة كلمة بحول الله نعدكم أنكم راح يتفهموا أشياء كثيرة إذن راح نشرحه بماذا بالأمثلة بالأمثلة بيتفهموا مليح ماذا لدينا نال التلميذ جائزة هذا المثال الأول ولاحظوا المثال الثاني وش فيه نال التلميذ المجتهد جائزة يعني تقريبا نفس المثال زدنا اللي هنا المجتهد إذن الإعراب اللي هنا راح يكون نفسه اللي اللي هنا فقط الفرق نشوفوه في الأخير قبل ما نبدأنا نعرف وش لازمني نعرف هل هذه الجملة جملة اسمية أم جملة فعلية هي جملة فعلية لماذا لأن نال فعل نال فعل يعني معناها تحصلة أو حصلة تحصلة على جائزة الله نقوله فازة مثلا إذن نال قلنا هو فعل الآن آتي به هل هو فعل مضارع أو ماضي إذن تلاميذ هنا يعرفوا الفعل الماضي من المضارع طريقة بسيطة دايما نصرفوهم على الضمير هو هو نقول لكم مثلا هو أكل البارحة أكل الأسبوع الماضي أكل صباحا لكن غدا يأكله مثلا درسة درسة البارحة صباحا المهم في الماضي لما نقول غدا ماذا نقوله قل هو يدرسه أيضا هنا نال في الماضي ينال في المستقبل إذن هنا فعل ماضي أعربه كما بهذه الطريقة نال فعل ماضي مبني على الفتح نال فعل ماضي مبني على الفتح التلميذ من هو الذي نال هو التلميذ وإذن التلميذ هو الذي قام بالفعل إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ببساطة شديد الفاعل دائما يكون مرفوع ماذا نال ماذا نال نال جائزة نال جائزة إذن الجائزة هي اللي يوقع عليها الفعل والاسم الذي يقع على الفعل ماذا نسميه نسميه مفعول به إذن جائزة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح الظاهرة على آخره المفعول به دائما دائما منصوب إذن ماذا لدينا نفس المثال نال التلميذ إذن قلنا فعل فعل هنا زدنا عنصر آخر في الجملة الفعلية ما هو المجتهد وش قلت لكم أنا التلميذ المجتهد هنا وش عملنا التلميذ المجتهد نقول لك أنت تلميذ مثابر أنت تلميذ نشيط أنت تلميذ ذكي أنا أصيفك هنا إذن أنا وصفت التلميذ بالاجتهاد وقلنا من شروط الصفة وش هي الصفة أو النعد شروط هاو ش هي أنها تكون مطابقة للموصف في كل شي في الحركة أول شي في الحركة قلنا التلميذ ضم هنا مرفوع هنا المجتهد أيضا تكون مرفوع قلنا معرف التلميذ هنا المجتهد معرف قلنا مفرد مفرد مذكر مذكر إذن الصفة تكون مطابقة للموصف في كل شيء كيف نعرفها ببسيطة جدا إذن المشاهدون عتمر فور وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ببساطة شديدة الآن نذهب لمثال آخر رح نشوف فيه عنصر آخر يدخل على الجملة الفعلية لاحظوا يقبل الفائز مفتخرا هنا جملة فعلية لماذا لأنه يقبل فعل إذن هي جملة فعلية الفعل هنا ماضي أم مضارع لاحظوا يقبل قلنا دايما بج أبسط طريقة تصرفو ما هو يقبل إذن يقبل فيما بعد لماذا لأنه في الماضي ماذا نقول نقول أقبل أقبل إذن فعل مضارع الفعل المضارع كيف نعربه نقول فعل مضارع مرفوع الفعل المضارع يكون مرفوع هنا مرفوع بماذا مرفوع بالضم مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره من هو الذي يقبل من هو الذي يقبل الفائز إذن الفائز ماذا الفائز فاعل مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضم هل نأتي للعنصر الجديد اللي دخلناها الجملة الفعلية مفتخرا ننتبه هنا العنصر الجديد اللي دخلناها الجملة الفعلية لاحظوا يقبل الفائز مفتخرا هناك بينكم كأنه وصف صفة لكنها ليست صفة لماذا لأنه هنا موصفتش الفائز رأني بينت بينت وهيئته يعني وش معناها هذي ببساطة معناها أني بينت حالة حالة صاحب الحال أثناء وقع الفعل معناها بينت حالة الفائز لما أقبل كيف أجيب على سؤال كيف نقولكم كيف أقبل الفائز تقولوا لي أقبل الفائز مفتخرا يعني بينت هيئته أو حاله أو حاله إذن نسميه بالحال نسميه بالحال الحال كيف يكون يكون دائما منصوب نكرة منصوب الحال دائما نكرة منصوب يعني لا يتبع لا يتبع صاحبه لا يتبع صاحبه في حركة الإعراب نكرة منصوب كيف نعربه نقول نقول حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة ونكمل على آخره إذن ماذا لدينا لدينا هنا نذهب إلى المثال الآخر هنا أعرج على المثال بسرعة لأنه بصر جدا تعمل الممرضة الخلوقة في عيادة خاصة هنا عندنا تعمل في المضار الممرضة فاعل هنا قلت الخلوقة لاحظوا كلمة تصف الكلمة التي قبلها وتطابقها في التعريف في التعريف والتنكير في الإفراد والجمع في حركة الإعراب إذن صفة الخلوقة وصفتنا الممرضة عندنا هنا في في حرف جر الإسم الذي يأتي بعد فيه ماذا نسميه نسميه إسم مجرور إسم مجرور بفي نقول عيادة إسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وعلامة الجره هي الكسرة هنا في عيادة خاصة هنا أيضا خاصة رهي نعط أو صفة نعرب كما كما طاريخ الإعراب السابقة الآن نذهب إلى أشياء أخرى في الجملة ماذا الإسمية قبل أن نذهب بالجملة الإسمية ماذا لدينا عنصر مهم كثير درسته في سنة رابعة ما هو المضارع المجزوم ببساطة شديدة المضارع هو دائما الفعل المضارع هو دائما مرفوع يكون دائما مرفوع إذا دخلت عليه أدوات أو حروف الجزم يصبح مجزوم لذلك سميناه مجزوم أنتو ما درستوا لا لا ودرستوا لم لازمنا هنا نفرقوا فقط ورح نفرقوا من خلال الأمثلة لاحظوا معي نقول لك لا تعبث بأشياء غيرك أنا اللي هنا لما نقول لك لا تعبث وش عملت لك هنا أنا وش قدرت وش عملت أنا نهيتك قلت لك لا تعبث نقول لك مثلا لا ترمي الأوساخ في الطريق لا لا تكتب على الجدار لا تمزق رأسك هنا أنا أنهي لذلك سمينها لا مناهية لا الناهية لا الناهية الآن لم نقول لك لم نتأخر عن المنافسة هل هنا أنا نهيت لم 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 نتأخر أنا هنا نفيت يعني نفيت أننا تأخرنا مش نهيت فرق بين النفي نفيت أني نفيت وقوح حدث معين لكن النهي أنا أنهيك عن القيام بفعل معين لأن نأتي لطريق الإعراب بسيطة بسيطة لا نقول حرف جزم ونهية ونهي تعبث تعبث وش نقول فعل مضارع مجزوم بلا يعني لا يقلي جزماته وعلامته جزمه السكون الظاهرة على آخر منها نقول السكون ظاهر وليست السكون ظاهرة ولازمنا نضيف حاجة وين هو الفاعل لما نقول لك لا تعبث وش كون هو اللي راح يعبث أنت إذن وش نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وش معناها معناها ضمير مستتر تقديره أنت يعني راه مختفي ميبانش غير ظاهر هذه مستتر معناها غير ظاهر إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت هنا في لم نتأخر ماذا لدينا لدينا لم حرفون في عندنا نتأخر أيضا فعل مضارع مجزوم بلم النافية وعلامة جزمه سكون ظاهر على آخره وين الفاعل وش هو ما هو الفاعل هل أنت لم نتأخر وش كون نتأخر من نحن إذن وش نقول ونقول والفاعل ظامير مستتر تقديره نحن هنا كتبتنا هو عفو هنا نحن نحن إذن والفاعل ظامير مستتر تقديره نحن إذن الآن نروح للجملة الإسمية الجملة الإسمية بسيطة بسيطة جدا 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 هي كل جملة تبدأ بإسم هنا وش عندنا عندنا الورود متفتحة عندنا الورود نعرف مبتدأ مرفو وعلامة ورفي الظم الظاهر على آخر الإسم اللي يكون بعد المبتدأ ويخبر عنه لما نقول متفتحة أنا لما نقول الورود ونسكت لم تفهم ما بها الورود لكن لما نقول متفتحة يعني أخبرتك أن الورود متفتحة إذن نسميها ببساطة خبر خبر مرفوع وعلامة ورفي الظم الظاهرة على آخر لكن أحيانا يدخلوا عناصر أخرى للجملة الإسمية لاحظوا الورود الحمراء جميلة الورود الحمراء جميلة لاحظوا الورود هو مبتدأ لماذا؟ لأنه إسم بدأت به الجملة لما نقول الورود الحمراء هل هنا فهمت ونتوقف هل فهمت أي شيء من الجملة الورود والحمراء أكيد تبعدوا وتنتظروا ماذا سأخبركم عن هذه الورود الحمراء إذن الحمراء هنا ليست خبر الحمراء مش تلاحظوا الورود الحمراء نقول الورود الحمراء الورود الصفراء الورود الخضاء أنا هنا وصفت الورود إذن الورود مبتدأ الحمراء وصيفة أو ناتع نعرفها هذه ثم يأتينا جميلة هي الخبر يعني أبناء ما تقعوش في هذا الخطأ دائما بمجرد ما نوجد المبتدأ لازم يكون وراء خبر لا أحيانا تكون صيفة تبصل بين المبتدأ والخبر العنصر الأخير وهذا راح نخليه فيما بعد إن شاء الله لأنه مرحين يفصلوه في السنة الخامسة اللي هو على ما يسرفع الاسم لأنه الاسم يرفع أحيانا بالضمة اكتشف العالم علاجا فعالا نحظه هنا اكتشف العالم هو فاعل إذن يكون مرفوع بما لهنا يكون مرفوع بالضمة إذن ماذا لدينا؟ لدينا هنا أيضا يرفع الاسم بالألف عندنا أيضا الألف هنا ماذا لدينا؟ اكتشف العالمان هنا لأنه مثلنا رفعناه بالألف علاجا فعالا ويرفع أيضا بالواو المواطنون مبتدأ المخلصون صفا أو فياء هنا ما يهمون هنا هو المواطنون المخلصون هنا مرفوع لكن مش مرفوع بالضمة وإنما مرفوع بالواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم هنا عندنا الضمة المقدرة مثلا الفتى المؤدب محبوب هنا أيضا مبتدأ يفترض أنه يرفع بالضمة لكن هنا عندنا مرفوع بالضمة المقدرة المقدرة هنا ما نشرح أن نشرح كثير لأنه كل هذه الأمور رح نعملوه تقريبا رح يكون كل درس وحده نتمنى أنه هذه المراجعة ورح أتركها لكم مكتوبة بالموقع فادتكم إلا بأس أنكم تقسموا وتقسموا الفيديو إلى الجملة الفعلية وحدها والجملة الإسمية وحدها وهنا على ما ترفع الإسم باستتمكنوا مليح ونقول لكم في أمان الله نلتاقل ترجمة نانسي قنقر